أعلنت نقابة الأطباء والمهن الطبية في حضر موت بدأت تصعيد والإضراب في هيئة مستشفى ابن السيناء بعد فشل السلطات المحلية في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وأكدت النقابة إن الإضراب أو أن الإضراب الذي استثنيت منه وحدات إنقاذ الحياة وأقسام العناية المركزة ومركز عز ومعالجة كورونا جاء كخطوة تصعيدية من الإضراب الجزئي للمطالبة بحقوق الأطباء واستحقاقاتهم طبعاً بدأنا بالبرنامج التصعيدي من الأسبوع من يوم الأحد الأسبوع هذا وبدأنا بالإشارات الحمر ثلاثة أيام على أساس أنه يكون فيه استجابة من الإدارة ومن السلطة المحلية بالمطالبة المشروعة والتي ليست وليدة اليوم نحن عانينا كثير في هذه المطالبة ولازلنا في هذه المطالبة واليوم بدأنا بالبرنامج التصعيدي ساعتين إلى يوم الخميس وإذا لم تكن هناك أي استجابة من السلطة ومن الجهات المختصة سوف يكون الأسبوع الجاي إضراب كامل يعني هذه تقريباً ثالث إضراب ولازلنا في هذه نفسها المطالب لن يتحقق منها أي شيء للأسف الشديد معنى خانات متعترة وقد صدرت لها خانات وظيفية إحلال صدرت لها فتاوي صدرت لها فتاوي من مكتب الخدمة بالمحافظة وللأسف تم إلغاها من وزارة المالية في عدن وهذا الموضوع أكثر من ثلاث سنوات اشتركوا في القناة